تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى نشرة مفصلة من قناة صلاح الدين دعما لأهله في محافظة صلاح الدين وضمن المبادرات الإنسانية للقيادي في تحالف القوى الأمين العام للحزب الجماهير الوطنية الدكتور أحمد عبدالله عبد أبو مازن قامت لجنة الدعم اللوجستي بإشراف الأستاذ شاب الجبوري بتوزيع مساعدات عينية بين العوائل المحتاجة في منطقتين سمرة والبوعجين للتخفيف من معاناتهم خلال فصل الشتاء وأثناء الأهالي على مواقف الدكتور أبو مازن التي تعبر عن انتماء أخوي أصيل نحن في هذه المناسبة أولا نشكر الدكتور أحمد عبدالله عبد في هذه المساهمة الحلوة بالشتاء والناس محتاجة هذه الشغلات يعني أبسط مستلزمات لكن ست بعض الشيء من الناس الفقرة ومحتاجة ما تقدر توفر مبلغ تشتري هذه الشغلات مشكورين منه ونتمنى أنه يزيد النوبة الأعداد أنكونا سواء جتي ورجعت معها حصلت يا أبو رحم الله والديه ويستر علي الله ويعافيه ورحم الله والديه أي أبو مازن الخلف الله علي ذكرنا أي ما حذكرنا غيره والله جت من نظمات كثيرة بس ما ذكرتنا ورحم الله والديك يا أبو والديه والله ينطيه الله يسلمه ويحفظه الله ويرزقه وإن شاء الله يعليه الله يسلمه إن شاء الله ونشكره على هذه المبادرة الحلوة والله نتشكر منا بو مازن ومنا الطيبين يدعجون علينا وشوفون حالنا وعشر نفرات بها القرفة القرفة تخر من تمطرة الدنيا نطلع قبل نزو بارك الله بكم يا أخي بلتش يدعجون علينا وما نريد غير قوية قاع غيمة قاع بس يعني شوفوننا هالطيبين يعني ناشدون ويعني تناشدوننا طيبين أنتو نشكركم نشكر أبو مازن على هالمبادرة والله نحن نحتاج جاين جديد يعني شوفوا شون حالتنا وبيتنا معتلق كل هبيوتنا علقانة عندنا نجينا رحمة الله والديكم بارك الله بكم نشكر أبو مازن رحمة الله والديكم بارك الله بكم ما عدنا حالتنا أنا رحمة الله هم فاين حظ ما عندي وساكني سموا بارك الله بكم نشكر أبو مازن على هالصوبة والبطانية بويت ما عدنا وما عدنا مكان ومبهدلين والله ومميتين من الضيم والظلايم والبرداب احنا والله هيكل يعني ماكو يخر علينا والله بنشكرة ورحمة الله والدي والله ريد يساعدنا ريد مكان ما ادنه بداية ناخذ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس من نفع الناس نحن هاي المعونة من الاستاد ابو مازن ابو الاولى الرجل يعني هذا الشي ما ينكر والله هو مساعد الفقير ومساعد اليتيم وما مقصر فهي الحملة وصلت عن طريق الاستاد الشاب وعن طريق قناتكم يعني مبادرة طيبة للعوائل المتعففة والعوائل التعبانة وهذا الشي عند الله يعني هذا الشي كبير وما شي ما ينسي يعني فهي الايام الفضيل يعني ونشكر كل من يسعى وراء الفقير اشكر ابو مازن اللي يفقد الفقراء والتامة وبارك الله بكم والرامل وبارك الله بكم واشكركم جزيلا فقدونا اليتامة والفقراء والله ظروفه يعني هيا الصعبة ما عندي وعندي تام وعندي واحد مريض بيه سرطان وواحد بيه سحاية واشكركم جزيلا تفقدتونا وجيبتونا الله اشكر ابو مازن جزيلا هاي الحملة يعني جزيلا فقد اليتام والفقراء وبارك الله بكم عافية عافية شكرها ورحم الله والدي والله ينصرها وردي داعبية ما عندي حالة تعبانها روح على الطبيب ما عندي شكرا